موسيقى السلام عليكم نحن اون اير لا انا عمصين ما هيك قالولا انه هلا انت السنة بلسينو متطرفين اه مشان هيك انتو ش كنت عمله بعد ما تركن الشيخ خيان انت ليش بي هذا بيعجبني انا ساعة بحطوني سنة ساعة بعملوني خيالها علماني السنة اكيد من البيئة بس الاكيد كلكن رح تصيروا تدبهوا على الهوية بس انو اكتر واحد كنت انتعدو اكتر واحد كانو سبوني تيرا المستقبل قدي انتقاد سعد الحديد المبالح زعلانين القوات انو ايبين بوينتد انو اساس المشكل كيف صار انو كنا رايحين باسلامين فرانجي وكل ماشي فيه بعدين ابانتلي انو الحكيم عمل ما انتفق رجع مع سلايمين سو عمل اتفاق مع راب واتفاق الحريري فانزعلوا انو كيف انا هيك بس انتو السنة كسنة شو تعطرتو هلا خلاص تيتمتو ايه شي ايه قدي لك ما معايا اكل والله هلا راح تصيروا كلكن هيك متطرفين وتصيروا المعداعي ايه من فوق بس هاي دي قصة التطرف انو السنة ما فيه غير كان مجموعات صغيرة كتير وحتى بعز دين التطرف وداعش ما كان انو خبز على القد يعني نحنا قدي شعب غشيم ايه شي سمعت نيف تكوف انو بيشرفك لكن شو عم نحكي ما هالا عم قللك لك شو عم نحكي طب ليك هلا بيشرفك انت اختك اختك انت وليه طب امك بتخليه ينشروا كيلوت على المنشر على البلكون هلا ليك اخت وامي اكبر مني طولهم ينشروا كيلوتاتهم هنة بس انو انا بنشر كيلوتة لا بس لا عم بيحكي عن اختك او امك او حقمرتك يا خي ايه بينشروا كيلوتة انو فيك تنشر كيلوت على المنشر ايه ايه شوية المشكل مفرد الشعب العربي ممنوع تنشر كيلوتك ما حضرت اصحاب والاقعز ايه ديك قصة انو شلحت كيلوتة هي ايه لك يا زلم ان احنا منقض منحكي لك حوض الحزب النور هول لك ايه نور لك انت شفت لك انقعبت الفنانين ووقفت مع مونة زكت لك عم نحكي عم شفت العالم شو عم تحكي على السوشال ميديا ما بتتخيل انت وين عايشين ايه انو كيف فوقات جاي لك منصير نقبي شرفك منصير نحكي كيف جورج خباس ترك بنته تنم بالقرآن وبالانجيل وبالأنبياء وبالتعاليم بس هن بيحضروا هيك افلام امريكانية خيلا ما كانوا يحضروا مصري بالستينات والخمسينات كلها تبويس في شي ايروتيك اكتر من افلام السينما طبع الستينات والخمسينات بس ما بيعرفوا الايجيبشن كيس اس ديفرنت هاي طبع ما بيستعملوا بين اللسان وبين الشفة وبين ما بيصيبوا الهدف طب ايما تبدنا عن جدة هيك بالوطن العربي ايما نعرف انه التمثيل شي والحياة هي شي تاني يا خي ما هاي المشكل قبل ما تيجي تنتقد انه هي التمثيل وكذا وهيك في عندك خلل بالمجتمع بغير محلات اذا رحت انت زبطوا انت قدتوا ليش دايما يعني لو كانت كامستو فساد وحرامية واللي هو اكبر بكتير ما بيتحرك المجتمع الاسلامي كانت كامستو ساكس او جاي او شي بيتحركوا فجأة كلهم لانه فيه سلة تحت باطو بتنعروا ايه لانه من استحى اكبر عمليات تحرش بالكوكب صايرة بمصر طب هاي دا شو اللو علاقة بالدين الاسلامي ميرو علا هادا ساقافة ناتج عن فقره وتأثيره وكبت جنسي بخليك يأروس تياز البنات وين ما بتروح في مشكلة علىك ما صدق انو هالقد في مشكلة كتير مشكلة وكل اللي كانوا قولك ما في مرة بمظاهرة بالقاهرة اوه يلا مظاهرات معاك تروح دايما عمصر وش اسمه المعنى دايما كان البنات اللي معنا يتعرضوا لقرصة او كذا وهيك انت يعني المشكل هلا هو هادا نيقاش طويل يعني بس انو لا بشير بس انا برايه انا برايه المجتمع انت عم تحكي عن المجتمع بعيد عن الدين انا برايه حيلله مجتمع في العالم بحب القيم الشرقية بس حلو يكون في فيوجن كمان اللي هي الاعتدال بهذا الموضوع بس السلام انا برACTي andi معالدم بس يبلش يعرف يقدر الفن كفن الفنون على أنواع أن كان موسيقى ولا رسم ولا نحط ولا السينما ولا كتاب ولا شعر ولا شو مكان ساعاتها ببلش المجتمع يقدر يمشي خطوة لقدام وأنا كتير كتير ضد فكرة القيم الشرقية لا ما فيكن ضد فكرة القيم الشرقية القيم الشرقية عندها أسس تير ميحة بس خلين نكمل الجملة طبعا فهم غلط أنا مش ضد القيم الشرقية ضد مقولة القيم الشرقية ليش لأنه بالغرب فيه قيم كتير بالزبط يعني العيلة العيلة بالغرب بأوروبا أو بأميركا بأميركا دفرنت العيلة مقدسة أكتر من أوروبا أوروبا انديفيديوليستيك أكتر بس 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 بفي قيم عينة بالغرب كتير مهمة وبتنيز وبتتلاعم مع القيم الشرقية أنا ضد المقولة طبعا أنه نحنا منعتبر أنه كل شي من بعض أبروس أنه فجور وشياطين وجهنم وهول كنوا راحين على النار على جهنم ونحنا أنه نحنا لا القيم موجودة بكل المجتمعات الدني موجودة القيم والحرية كان موجودة بس أنا برأيي المجتمع مفروض يعرفي أيم الفن الفن يعني ما هو لما فقر المجتمع وصار في أنظمة شمولية تغيرت الفن كمان حتى النوع يعني أنت بتشوف مصر وين كانت وين صارت مصر إجزاكلي وين السينما اللي كانت مأسرة بالسينما الإيطالية وين تغيرت مع السورة سورة أكتوبر وكيف تغير حتى يعني لأنه كان نظام بعسي علماني كان فيك تشوف هالتبويس والتزليت وبالستينات وبالسبعينات لما حكم أكتر صار أكتر مجتمع إسلامي أو نظام إسلامي أكتر بس كان الإسلام السياسي محطوط عن تحده من نظام وقت حصل مبارك حتى المساجات تغيرت بعد فيه تبويس بتشوف بعد الإيمان ببوس وكذا بس كانت مطبوبة أكتر بس كانت المساجات اجتمعية المساجات عن الظلم بس حتى كمان فيه المساجات كان عن الحقد الطبقية يعني هذه كل ملايات عم بيحدر تتذكر وقتها بيكون الاقتصاد منيح الفن بيصير منيح بيصير متحرر أكتر وقت الاقتصاد بيصير سيء بيصير في الفكر المتطرف دينيا وسياسيا بيصير موجود بيصير الفن بيتراجع بيصير اختني في أفلام عد الإمامة كان في سريه بالثمانينات الكامن بينهم كان إنه هو صعيدي معتر بيروح بيصير مع ناس غنية بيشربوا خمر وإمار وكذا وبينزعوا لقلو and that was the message إنه أنتو ولاد الصعيدة ولاد الجعيين من الفقر وهيك بيزعى البي وعرفتو إنه كان يصلي كليوم بعدين فجأة لأنه لقى شغاله وراحة الجامعة وكذا وهيكي صار إنه مثل لك big warning إنه كل واحد معه مصاري غني وفاصق وعرفتو حيودك في دهية but it's not true عرفتو بس كان في هايكي التمانينات أفلام التمانينات كانت رايحة السبانينات it was more loose it was more about قبل التمانينات ستنات كانت البيك شادية فاتن حمامة حدا أحد أبينسى البوسات اللي كانت كان في أرط لأنه كانوا باي يوروبيان أرط ومينلي كان مسلا بالإضاءة انفلوست باي إتاليان سو طريقة التدوية كانت بواتيك كتير سو الأفلام تغيرت وغيرت بالعالم العربي ما تنسى الأساس نحنا بالعالم العربي كان مصر بعدين لبنان عرفت رأس دي وبعدها مصر الأساس هلأ تغيرت طريقة الانتاجة لا تغيرت هذه هلأ قصة منصة ناتفلكس وفاتوا بفيلم أخذوا أدابتيشن لفيلم أراد ناجح طلياني حطوا على لبناني وحطوا شوية مصر ليفوتوا على السوق المصري وعملوا كونتروفرسي وبالعكس استغلوا أنا برافو على البي آر ايجنسي اللي عندون إياها استغلوا هالكونتروفرسي وفاتوا على السوق المصري هلأ واللي هو أهم سوق السوق المصري من أهم وأصعب الأسواق لتخرقها والأكبر الخليجي كمان كتير مهم لأنه قدرت الاستهلاك عندهم أعلى سوى عندهم اشتراكات أكتر بيصرفوا أكتر بيشتروا أفلام أكتر بمصر أقل بيعتمدوا على القرصنة وعلى شو اسمه بس وانس بتفوت على السوق المصري خاص بس ما هو بات ببليسيتي بس الفين كتير حلو وليك مش بس عمل نصو رائع اخراجوا كتير الميح ويسام عمل شغل كتير رائع جورج خباز فؤاد يمين وعادل كرام كانوا رائعين وحتى ندين دبا كلي ما كان يحب بيهل لوان أنا واحد من من كتير حبيت كان كتير لازيز دور حسيت انه هلأ انصرت على الارض عادل كرام بالدور يلعب فيك تكره يعني من تالت لحظة بيلعب بالضبط ويلعب هاي الأضوار لعبين قبل وهيك بس ساب دي يعني واسخنت فؤاد يمين لعب فؤاد أنا شغل معه تسبع 8 سنين بحياتي مسرحة ممتاز كليبر كتير قليل تلاقي منه بعض بلبنان مليابل بتحط كيف ما بتحط حيال كاست بيرفع الكاست همونا زاكي ما فيك همونا زاكي كتير شاطرة بس أنا ما بلاقيها كتير سكسي عكس المصريين ما بلاقوها ما معرف لإيش بل إنه هي شرحة لهايدا ملو إيراتيكسين لإلك يعني وليك بشو مشغولين الفيلم قداش يعني حرق سلاف الوطن العربي الفيلم جمعة كل اللي بتحكي فيه ونحنا شوي التلج تعطى البلد مش بايست تعطى البلد قلبي على أنت بتعرف كمان عالب أعمان في عائلي ماتت فرجت يعني أنا هادا الشي اللي كان هديك المرة عمشوف إنه قاد عم يبكي محمد رعد ع أطفال اليمن وجعلك وجه وفي عندك أطفال هون غير الأطفال اللبنانيين وأطفال السوريين عم بيموتوا من البرد طب وقت الأطفال بس ماتوا بأربع قاب واللي بأربع قاب ألكسندرا نجار حدا بك كان عيد بيصبق حرام هيدا بش ولد ما ها هي من it's so unfair هاللا عدل والظلم اللي صاروا فيه أنا ما كان متخيل الحزب يوصل لهالفترة من الظلم وشوفت رديت لفعل اللي عملوها وقتا كل ما حدا يحكي حدا عا حزب الله أو عا السيد مثل اللي عملوا معها لداليا أحمد آي كمان وقتا أنه علوم بشارتها أيمين علي أنه أيمين عنصريين وكذا مونيفي لكل الأخلاق طبع كل الأأمة وطبع كل شو اسمه ثانية أنا ما عم بعرف طبع أنه شو عم تتركوا مجالة ما في خط رجع أنه إحنا دايما منحسب خط الرجع بالأخير قاعدين مع بعض منتقت بالسياسة منحكي عن الحزب بالسياسة بس بعدين شو عم تعملوا أنتوا عم تخلوا العالم لترلي مثل ما هلأ هلحكي بالفدرالية لأنه في عالم بيطلبوا بيحكوا بالفدرالية كرها نصاروا بالإسلام أو بالشيعة أو بالسنة يعني تشوفه هو طلع بالعكس أنه لا في بعض السنة بدون كمان الفدرالية وبنقوله بس نحنا بديها تكون نظام حوكمي صالح مش لأنه أنا بكرهك وما بدي إيش معك هي منا تقسيمي هي اتحادية فما بعرف أنه كل طايفة بلبنان اللي عم بيحكوا بإسمها هن مال هيدا الحديث سوري أم أطشك بهيدا الموضوع بس لأنه كتير زعجني هيدا الموضوع أنا بعرفه من الأيام مشيان أن وبيبيشي وهلأ بالشو اسم وكل الحلقة حدا بيحطني بخاني معينة بس بيرجعوا دايما متل ما كانوا العونية إنه إذا حكيت كلمي مثلا عطيت حق مثلا لتنقول لسعد أو لما انتقدوا ما بكون بسير يساري برجع يساري لما أحكي معه بالمنيح بسير سني هارفتشو لما أحكي على القوات بيقول لك إيما أنت بالأم تي في لما انتقد عرفتشو القوات بيقول لك إيما أنت سني هارفتشو قصدي اللبناني ما عم يقدر يستوعب إنه بديو حطك بكاتيجوري معين لا يخينا إحنا لبرالية مع هذا في قبل هلأ أنا أسمي جزافتو نحنا لبرالية العيلة بتدل على أنه أنا بشري قوات أول شي خلص هلأ مثلا بحط بوست عندي على السوشيال ميديا بيطلقوا لك هول إنه بسب فيه مثلا بسب فيه العهد المنظومة مدري شو هذا أبن ضايعتنا هذا فخرنا هذا راسنا هذا تاج راسنا تحكي شواء على الحكيم تنتقد القوات أبن الرقاصة أنت بخي أوكي ما هو أنا فيني يكون حبيب قلبك بس أنه أنا إلي حكي اللي أنا بدي أحكي مش بس هيك ما إكزاكلي أنا عندي كتير أصحاب إن كان يعني ما عندهم ما عندهم مشكل مع السلطة ومستفيدين مننا وكذا ومتشارع مع بعض وكذا وسبل لنا صاحبة معه عرفتشو قصدي لا اللبناني ما فيكون هك هو هيبوكريت أصلا هو المنافق يعني بديو يحكم عليه كيف ما كان يعني أنه عنده إنسيكوريتي هو نفسه عنده إنسيكوريتي إذا ما حطك بعلبة بالظبط ما بيقدر يتعطى معك لأنه هو ما أنه ما أنه حاسس حاله بمحل سو لما يحطك هو يعلبك بيرتعح هو نفسيا إيه عم بيع في كتير بديو يتعطى معك بالظبط بيعرف إنه أنا خلاص إنت بهالخاني يعني أنا يا ما قلبت من الجمهور الشيع إلى الجمهور السن إلى الجمهور المسيح إلى الجمهور عرفتشو هلت راوند أب بس ما أنا كله نهول عرفتشو ما عبت استوعب إنه أنا كله نهول عرفتشو وهي قصة إنه أنا يا أخيي ليبرالي أنا وسطي يساري بقضايا مثل الدنمارك أنا بدي الصحة والعلم للكل حق مكتسب بهذا الشي مقدس عندي عرفتشو عصدي وما بفقوا بالقصة الكابتاليزم البلوكي إيه مظبوط ضروري بس كمين بدي أحفظ حق الموضع عرفتشو يعني نفس الشي فيه أنزمة هيك وشغالة بتجنن بالسويد وبالدنمارك وبفنلند عرفتشو عصدي يريتني أشقر بس كنت راحتنا هوني عرفتشو بتلع شوية آد مين هو الدب هيدا اللي جاي عنا مشاكل كتير وعطول بيعرفوا اللي هنا بمشاكل ما قلة طامي نعم بتوصل لمحال أوكي هلأ خلالي نحكي عن وليد فياد وليد فياد بيوت الناس نويها كم ميجاوات أوكي هاي متى هاي دي وليد فياد هلأ بمؤتمر كان عملنا نجابلنا شوية ساعة كهرباء تغذية وقعد مع وزير كهرباء السوري بدي يشبح معه هلا مش عارفين دايما بيغلطوا هالغلطة قبل تتذكر مع جبران باسيل و وقت عم بقلو على السنتر لا لا جبران باسيل ومير طلال ألسلين قالوا نحنا نفتح سنتر ريك شو عملو الحزب فينا وكذا وهيك أنا عم يحكوا عالميكرو ويتر عساس مسكرة ما بيعرفوا دايما مفتوحة أوباما وقع فيها ميمك كل الرؤسة الكبار بيقع فيها تعلموا في ميكرو أتفتحش تامك فهو قاعدين هيك قام قالوا شفت أنا this is your best friend قالوا قالوا لك ميمة بس فرين قالوا بامريكا سفيرة الأمريكية انو كذا أنا بتضحك عليهم بقلوا فضح حالو على الأمريكا ما قد يشك تلاتها مينة انو قالك أنا عم راضي للسوري انو لك هول أمريكا عم تضحك عليهم أنا بقول له my best friend بيجاب روح عند الأمريكا بقول له هاي بتعرف انو لك السورية بش لك شا عمين وعن جد النظام بلعب على الحبلين ومريد فيها هاي جايبنا ساعتين الكهرباء رح يجبنا رح ياخدوا عشر دقاء منتها زيادة لكيان بعد هاي الخبرية عم تدفع كيف انت هلأ الموتور شو بيعرف ملايين أنا عم بتدفع بالدولار سنت إذا ما عندي دولار دقاء الدولار بشحد و بنزل تحت جسر اللي فيها بمصمس ما بيعطيك ما بيعطيك لا خلاص تفع انو دولار دولار هلا فشو هلأ مع الدرائب الجديد اللي نازلي يعانا هاي دا أنا مسلا طرعت دي كمال علاقيت عندي مصروف ضاية بيبسي وريد بول وهيك يعانو كتير عم بصرف كتير صارت تدقرني يعني هيدا الموضوع صارت هلا عم قال انو خلاص أخدت الرارة بتبالش خفف اول شي للصحة ولا الجايبة بعدين اكتخفت انو آه هلأ فيه ضرائب جديدة انو يعني سيارتك هلأ إذا كتشتر سيارة صارت انو كيف إذا كون كتير غني متل بسورية لحتى تقدر تشري سيارة عرفتشو لأنو الضريبة سيارة 85 مليون ليرة عرفتشو وين بعبدو يشتري فعم يتضيق السوق الاستهلاكي وبعدين شفت كريستين حبيب الصحفية ونيكول حجل يمكن أو ولا نسيت بالأل بي سي حاطينا على تويتر على سبينيس مثلا انو زي انو سبينيس كتير غالي وبيفرق السعر طبعه من حتى من فرع لفرع وعم يعملوا هالدباو هيك بتاعت هيك انو عم تحكوا بس على فاتورة عشرة بالمية من سبينيسة بالضرائب جديد اللي حتنزل شو هتعمل هلأ اول شي قالوا الضريب الضريب الجبروكية رح تعلط الجبروكية كل شي حيرجع على الدولار كل شي عم يفوت لك عندك على لبنان رح يصير دولار طيب انت انت هلأ شو وقفت تشتري أصلا من السوبر ماركت انا في كتير قصص وقفت تشتري الاشياء المستوردة يعني مسلا كورنفليكس صار ما فيك تشتري بس تألك شغلي كورنفليكس صار مثلا أغلى بنتفي صغير من البوپنس وبتروح على الأجنبي بكرة بيصير كورنفليكس تير أغلى بتروح بترجع على الوطني وين مش اللي ما عندك صناعة وطنية بس ما هو عم يستورد يعني المواد طب لك انا بتذكر كنت عايش بمصر 2005-2006-2007 هادي الفترة وكان في شي كتير غريب انا ما كنت معوض عليك لبنان وقت فوت على السوبر ماركت المصري كان عنده مثل محط حكي وقت بيشتري بيقلك انه هيدا بوطني ومستورد يا باشا هن بالنسبة المستورد هو شي جلس اي انه انت بتشرب مالبور انه تشرب تشرب حمرة اي كل شي مستورد بالنسبة للمصري هو شي مش مش قادر المصري يحصل عليه بسوريا نفس الشي يعني المستورد بالسوبر ماركت هو معمول للاجانب او للناس الكتير اغنية اللي بمصر هلأ بلبنان عم نصير روح نحنا لهذا المحال يعني هلأ صار مشوارنا عالسوبر ماركت صرنا بنشوف شو في بضاعة لبنانية محطوطة تنحن نشتريها بس ليك انا بعطيهم الحق البضاعة اللبنانية من اهم البضاعة اي بس شو عندك ما عندك كل شي بس هالي مشكلت انهم عم استوردوا بس انا بلاقيهم من اهم يعني انا بلاك معطيك انواع شامبويت جديد وصابون وكذا وهيكي top of the line يوروبيان بس لبناني طيب هلفت عن مين عم بحكي اي بس نقول فينا نقول اسامي ولا ما تلاقيش نقول يلا كوزمالاين فعولنا مساري اوكي كتير منحة هالي عندك كتير مركات ويدور هلنفايتبل شو اسمو هودة تبع عروبة عنده كل شي بلبنان وفيه اسامي كتير كبيرة وقدرة تأمن السوق كله صور شوية بس ترجع تمشي بالخبرية تمشي بالاخر بيقول لك نحنا عم نستورد علف يعني رجعت رحب بمطرح معين انه حتى البرودويل اللي هو لبناني رح ترجع تلاقي انه سعره صار كتير غالي بيستوردوا علف بس ما بيجبوه من سوريا اساس للعلف ما قسموا مستورد نحنا سوريا اولاو اولاو نحنا حدود مفتوح باست فريند باست فريند الشقيق اختي انتي لا اختي انتي سوريا عديني علف فا اوكي سو يعني خلاصة الحديث طبع اليوم العالم خلاصة الحديث ان شاء الله الناس عرف تتدفى اي لانه الله يشاعد ان شاء الله ما نسمع بكتير ناس عم بتموت بهايد الفترة لك اللي عم بيموتوا ما حتسمع فيهم لانه حيكونوا ناس حين قاعدين بيخيام اللي عم يقدروا يضاينوا اكيد اللي فيه سقف فوق راسهم لك فيه خبرية قديمة بتضيع بلبنان وانا كمسيح بحكي عن ضيع المسيحين احنا هي روح جود انت يا مسيحي بشهر شباط يعني الشهر اللي جاية الكل بيت فيه ختيار بيحطوا صليب كبير عالباب بشهر شباط ليه؟ لانه بشهر شباط بيموتوا كتير الخطيار مزبوط بيموتوا من كتير اسباب طبعا انه الله يحميهم يعني ايه طيب بعده شباح الموت لانه بيجي سقع كتير بشهر شباط هلأ ليك اذا مكتوب مكتوب شباح يفوت شباح الموت يتطلع اه سريع لا هلأ نحن عم نحكي بالمعتقدات الاجتماعية بسيه مصبوط شباط اكتر نيس بيموتوا الخطيرة عرفت كيف هلأ عم تحكي بشهر شباط كانوا جدودنا كان عندهم حطب يتدفه عرفت؟ كانوا جدودنا عندهم كازي والعوي يتدفه نحن هلأ في ناس ما مع على حطب ولا غاز ولا ميزوت ولا شيء ولا في كهربا تتدفه يعني انا عم بقول هذا الشهر اللي جاي شهر بيخوف على الناس الخطيارية وصيبنا من من الخبار القديم الناس الخطيارية اللي يوم قديم بيديوتهم انت ريحت عند وحدة خطيارة تونت ألسا أليس أليس وشفت الفيديو وشيارته وهيكي أول شيء من ريسباكت دائما في الشغل اللي عم تعمله بعقد بس صور تيتا أليس عمره 90 سنة بكتني انه هادي راح تضوت شمع حرقة البيت تبعه وتقبرني هي شو مؤمنة وشو محبة وعرفت شو انه وتصور واجاني ناس بيحكوني ليش ما بتخدوها عدار عجزة وباخر ياما تونت أليس ما بدا شي بدني تيتا أليس بدا شغلة واحدة بس ردوني عالبيت ردوني عا هيدا البيت عم نشتغل هلا وفي كتير ناس هلا اتواصلت معي وكتير ناس لأنه تيتا أليس مش بس بدا نزبط لبيت تيتا أليس ما عنده مدخول صو بدا مدخول شهري شو بده أكيد لأدوية صو بدا نتبنيها رح نتبنيها بالأدوية أكيدة أدوية رح يوصلوا لكل شهر هيدا تبنيناها لبدا نقف تمورو أدوبشن قد بتتبنوا بس اللي عملوا تسعين سنة وتلوه يعني أوفر لا بالعكس يا رب صنحنا بقى مشوار طويل ودك توقف في كتير ناس في كتير في كتير ناس هاك ونحنا مش عم نقدر نغطل كل الناس أكيد ما فيك تغطل كل الناس وين بدك بس أنا الختير أمان يعني أم وبي بشوفوا أمران بشوفوا هناك شوفي إنه ليه دوروا الدفاية بيقول لك إنه آكس دوروا الدفاية بس على 10 عم بار أمران عم تلك 10 عم بار وبيدفعوا دكي وعم يقدروا يتدفوا فلي يعني ما فيك تدور دفايتان بقلب القطان وأنت سلام سوريا بس أنت أهلك عايشين على الساحل وعى الساحل أعرف شو أصدر أنت عبتخيل أمك وبيك عايشين على ألف ألف وخمسمائة متر بالضبط بقى الله ينجي الناس ويحمي كل الناس خاصة الخطيارية بالشهر اللي جاية وخاصة بهالعاصف اللي عاصفة كتير كبيرة و وحديثنا اليوم عن الفيدرالية مع الفراد عن الفيدرالية نعم بما أنه سأت النظام الحالي وفي حال سقوط واحد من البيلر تبع الأنظمة لك ترين الحديث عن هايدر السعيم السنة استقال ويوجد أفكرة بالنسبة لأيلي أنا عم لقيها خطوة جيدة جدا لأنه أولاك دومينو إفاكت أكيد حيصير بعد فترة وكل حاجة حلق حيبق حزب الله أكيد مسيطر كذا مع حال بس إذا صار في اتفاق إنه مش حال بفيينة وكذا دعميز إنه سلاحه بيتخلى عنه عمراحل ناميز بدي يرجع حزب سياسي كبير ناميز فيك تقعد على نفس الطاولة وبلش تتحاول مدوم يكون في تهديدات لأنه أنت قاعد مع الناس مدنيين بس قاعد على الطاولة في وراهم منظومة عسكرية يعني مخابراتية يعني معلوماتية عرفت شو يعني سايبر وورفير بيفهموا فيه بيعرفوا بكل شي بيعرفوا كيف يبتزوا بيعرفوا كيف ياخدوا خبار كيف تعرف كذا بأنت واحد جاي مدني عامل محامة وقاضي وجاي بدي يغير نظام وكذا وفات كذا هيك ما يجعلوا له اه لك انت عامل بتحضر بورنو عن الاماهات وكذا وهيك لأنه فتلك شفتلك يلا إذا ما بتعمل او ايهاكت يور فون وصورتك أنت وبالظلط اكتبه بالسياسي كتير بيبتزوا بعض كتير وعرف شو ما بعرف إذا حنخلص فلي بس بأعتقد بلشنا على النحام مشان هيك بلشنا التغيير يعني مشان هيك هتاخد شوية وقت بس لازم نحكي عن كل الهل عن روح لا مركزية موسعة أم نظام فدرالي وشو هو النظام الفدرالي مشان هيك خلال نستقبل معنا الدكتور الفريد رياشي اللي هو رئيس مؤتمر دائم للفدرالي بركي بنعرف شي عن الفدرالي أنا ما بعرف شي اي you can google it وتسمع منه كمان اوكي ارجعنا مع On Air بودكاست وضيفنا لهالحلقة الدكتور الفريد رياشي مؤسس المؤتمر الدائم للفدرالي اول شي ليش وامتين وكيف اجتك انه تعرف شو انا لازم اسس لانه ما كانت موجودة هالفكرة ابدا بلبنان امتين خطر تعبالك انه لازم تطرح هيدا شي وامتين انت اخدت الانشي تيف لحتى تعمل المؤتمر الدائم للفدرالي اول شي الطرح الفدرالي كان هو اناعة من انا وابن 15 سنة دائما اذا بدي يكون في شي عمل سياسي يوما ما رح يكون بهالمجال هيدا فاين بمحال انا جيت من لبنان بالالفين وخمسة قبل اغتيال الرئيس الحريري بشهر ونص واشتغلنا بعدين شوي شوي بالشأن العام ما كان دائما بالسياسي لاجه بتاريخ بالالفين واربطعش قبل فترة طبعا حددنا الوقت اللي هو كان 30 أيلول 2014 ليش 30 أيلول وليش 2014 لأنه كان ذكرى 25 لتوقيع اتفاق الطائف فأين التاريخ اللي هو ذكرى 25 ربع قرن شوي يعني مدي طويل لربع قرن لأنه ما طبق اتفاق عمل منه بعدين دستور وبعدنا عم نعيش صراعات وبعدنا عم نعيش فراغ وقتا كان صير كمان بكم شهر كان الفراغ طبع رئيس سيبي إسلامين وبلشنا بأول مؤتمر ونطلقنا وسمعنا مؤتمر دائم ليش دائم لأنه عارفين هكي شغلة مش بتتغير بساعتين ولا بيومين ولا بشهرين رؤيتنا كان بدنا عشر سنين عشر سنين يمكن بيسمع الواحد يقول ياه شو عشر سنين هذي شغلة بتفزع عشر سنين بالتغيير بالتبديل الأنظمية أو بمراحل الأساسية لما بننتقل من مرحلة الأساسية لمرحلة تانية هي من دمنا كتير طويلة وخاصة ببلد في تعقيدات كبيرة مثل لبنان بحقية حتى إذا شفت أنه اتفاق الطائف اللي هو the upgraded دستور ما قدري يتطبق شو اللي بيخليك تكون أكيد أنه راح فكرة مثل الفدرالية أن تقدر تتماشى مع التعددية والطائفية اللي عليها أنا بتشكرك على السؤال دايما نسمع كتير أنه اتفاق الطائف لم يطبق واتفاق الطائفي اللي صار له بحدود 32 سنة ولا بحياته يبي يطبق ليش فيكتال بيخمن ونمنتقد ونقوص كتير على الطائف لأنه أخذ شوية صلاحيات من فلين لفليتين وهذا الشغلة مش صحيحة السبب الأساسي لعدم تطبيق اتفاق الطائف هو أنه ترك الإشكالية الأساسية ويلي هي متمثلة بوجود نظام مركزي شو يعني نظام مركزي عندك اليوم بمدل بحكي مثل لبنان عندك طواقف تعددية بتمثلة بطواقف وكل طائفة بتشوف بنود عم نحكي بنود طبعا الكبيرة والأساسية بتشوف طريقة تطبيقة من منظورة هي يعني مكرا زيو كتلحكي عن إلغاء طائفية يلي نحنا أكيد ضدها كل طائفة بتشوف طريقة تطبيقة بشكل مختلف حتى يلي نحنا كمان ضدها عن موضوع المركزية الإدارية كل طائفة بتشوفها كمان بمنظور مختلف مزيد الشيوخ نحكي فيه وهذا عم بيه نحكي فيه من زمان ولا شو بسنة الاسمية ستة وعشرين ضاين تقريبا تلتعشر شهر ولغو بسنة الاسمية سبعة وعشرين يعني بعد تأسيس أو نعمل الدستور أو طبع لبنان دولة لبنان كبير كمان لهلأ ما فيه تواف على شو هي صلاحياته كمان ليش لما نرجع لمسألة نحنا مكونات كطواف ولما نقول طواف مش عم نحكي طواف كفرق دينية بعيد عنها كمفهوم ديني وفرق دينية الطايفة هي هوية جماعية تطورت عبر مئة وآلاف السنين نحكي باللبنان طبعا وصار إلى خصائص هيدا الخصائص هي خصائص مجتمعية سقفية سياسية توصل حتى كل طايفة عند البطل تبعه بس ما هلأ كل طايفة عند البطل تبعه عند الأمير تبعه عند البطل الرمز يمكن عند المسيحيين مثلا بيحكو بركب بشير جميل اكزامبل ضرورة عم نحكي عن الحاليين عند الشيعة أدهم خنجر لا توصل اليوم على الشيخ حسن نصر الله عند كل طايفة عندها رموز معينة ف توصل اليوم أنه عندك هيدا الهويات وممكن هيدا الهويات أحيانا ما بتكون هي الهوية زيتها هوية الفرد شو قصد بهوية الفرد يعني ممكن الشخص يكون ملحد بس بمرحلة معينة بيرتد للهوية الجماعية المنقلة طايفة لا الفرد رياش في فدرالية واحدة طبعا في فكرة الفدرالية هل هي فكرة واحدة ولا عدة أفكار في لبنان يعني اليوم على السوشال ميديا مما بده بيعطي رأيه فيك تخبرنا شو يعني فدرالية أوكي فدرالية هي نظام موجود لإدارة دول متعددة مثل لبنان وأنواع التعدد عديدة منها طواقفة ممكن يكون أحيانا قبلي ممكن يكون عرقية مثل بجنوب وفرية اللي صارت بعدين دولة فدرالية فعندك نظام مركزي وعندك مجالس محلية المجالس المحلية هي هدفها تدير كل مكون مشارك بدولة معينة ليش بيعملوا نظام فدرالي كمان نسأل حال هالسؤال بالأنزم بالدول فيها تعدد وزاك منعر شوه تعدد لأنه لبنان طواقف لأنه إذا بدك تضبق مصدق الديمقراطية على شكل الشعب كله هون بيصير في شيء اسمه ديمقراطية عددية وديمقراطية عددية عدولة أو عبلة بالأحرى مثل لبنان يعني في مكونات رح تحس حالة مأهورة يعني الإسلام رح يأكلوا ممكن العاكس أو المسيحيين مرة قويوا وهذا كمان خلص راحت على المسيحيين راحت على يوم مش لايك مش لايك دايما شد العصب المسيحي وقصة الهوية اللبنانية بس هالشغل ما بيفهموا المسيحي إنه المسلم اللبناني أكتر واحد راكد يحافظ على الهوية المسيحية قبل المسيحي لكل صح هذا موضوع تاني حتى مبدأ كمان المسلمين بيأكلوا التاني أو المسيحيين ما كله أكلينا مش بس المسيحيين أكلينا صلنا اليوم مش وضعوا حتى الشيعي بكرا أشتوا سلاحه وين بيصير بالويل وضعه ليش عم يتمسك أحد أسباب الأساسية عم يتمسك بسلاحه لأنه خايف الموازين القوات تغير ويصير هو من كان مسيطر لمسيطر عليه طب ترفهم أكتر نعطي رأينا بالفيدرالية يعني اليوم إذا فكرتك تطبق يعني الشيعي ممنوع يقعد مع المسيح بذات الكونتون أو بذات التقصيمة أبدا هل بيصير هاي المنطقة الشيعة هاي موارنة هاي سنة أم لا كيف بتصير البعض طبعا ولكن حتى نحنا الطرحين بالدراسة طبعتنا أنه يكون الانتخابات خارج خارج الطائفة بكل مقاطعة أو كانتون وشي بدك تسمي ما عنا مختلفين فيها كانتون كلمة علمية يعني هو منو تقسيم طائفة طبعا هلأ بتاخد الكيانات الطواقفية بمحلات جغرافية جغرافية بس بتاخد كمان العنصر الطواقفية ما فيك تعملوا جغرافية لحالة ليش اليوم المشكلة بلبنان ما كان المشكل بين الجنوب والشمال مثلا ما عملنا حروب نحنا لأنه كان في جماعة الجنوب زعجين جماعة الشمال أو جماعة البقاع زعجين أهل بيروت This wasn't the case مش هيد المسألة مثلا نحنا طوايف والطوايف في لبنان موجودة قبل نشأة دولة لبنان الكبير فهيدي التركيبة ركبناها وقتها بالأسفة 120 جبنا طوايف كان اللي بقاع مش مضمومة على فكرة صح فبترك حوايك ضم رجع لأنه كان بدون الحق اللي تمشين ياكلوا مش بدون العبح كانت اللي بقاع هي بعدها إلى السورية كان بدون حشيش الموارد كان بدون حشيش مية بالمية فوصلت اليوم أنه عملوا نظام هاجين مركزي هاجين ليش هاجين لأنه نحنا لدينا شيء اليوم بسموه لمركزية سيسية كمان في عالم بخامنا لمركزية سيسية هي فيدرالية كمان هذا مفهوم خاطئ الفيدرالية المرادف تبعها هي لمركزية دستورية شو يعني يعني كل مؤاطعة أو منطبي بدك يسمي هي بيكون عندها دستورة خاص يعني بصور بخير نعطي لعالم منسهلوا ليها أكتر يعني أنت هلأ قاعد بصور في مسيحية بصور أنت بالحي تبع المرفق محال ما منروح منقعد نحنا منسهر ومنشرب عند المسيحية الشيعي بروح بيسهر عند المسيحية بس هونيكي فيهم بيعوا ألكول بس إذا بطلع خمس متر لبرة أو بروح على صيدة هونيكي الجمعة بيعطلوا والأحد بيعطلوا هونيكي ما فيه بنبيع ألكول بس كل الصيد نبيتل عب يفتحوا بابز بشارق صيدة وأكتر استهلاكي هو المسلم قبل شو الفريق يعني هلأ كيف إذا بدنا الفدرلة لهالحالي كيف تترجم أول شي أنت ما بقى عم تحط أنظمة غصبا عن أي مقونا تاني صار هون في عندك مثل ما ألنا المركزية دستورية وكل مقاطعة أو كانتون أو قضاء عم بينتج هو السلطة وعم بينتج ممثلين وعم بينتج قوانين اللي بتناسبه هو فما بقى عم بيجي حدا يسيطر على المركز واليوم الحالي عايشين فيها في طرف الحزب الله بسيطر على حكومة المركزية وعلى الدولة المركزية مش حكومة بس اللي هي في مجلس نواب كمان مركزي بشرع فالمكونات التانية عم تنزعج وهذا صار قبل كان في كمان غير طوايف كان فيه سنية سيسية وكان قبل سنية سيسية وقبل تأسيس الدولة الفضيعة كان فيه عندك شيء اسمه درزية سيسية هاي من الإمارة حالا بعد في الشيء عم نخلص خلاص نجم كل كل خلاص لازم الارتودوكسي عم شيء ما بعرف من تنون فهون بالتالي انت عم بتعطي هالمكونات انه تنتج سلطة ما يجي حدا يساتر على المركز وبيكون عم يطبق هو كطايف كهوية ومش كهوية دينية كهوية ثقافية عند أبعاد الخاصة وعب بسبب هالشيء ردة فعل سلبية من الطواف التانية عم يقد احيانا انها ردة الفعل السلبية لعنف وعم توصل للحروب بس هل عم توصل للحروب لانه ما فيه دولة مركزية تردع هيدا الشيء بالعكس دولة المركزية دولة مركزية قوية عفوا قوية يعني احنا لو عنا هلأ جيش قوي كان فيه طبعا هاي ناخد المسأل السوري والمسأل العراقي فيه دولة مركزية قوة منهم كان الدولة المركزية القوية مفعول موقت مثل مفعول إبرة المورفين قصد الدولة المركزية الفيدرالية يعني إنت لا تقدر فدرالية غير موضوع أنا لأقدر أنا يقدر فوت عمرات مثل الضاحية إذا أخصر فيها مشاكل لازم كل دولة فدرالية قوية عندي جيش أقوى من كل شي موجود على الأرض مثل بأميركا مثل بألمانيا مثل ما هو المكان بقدر أعمل كنترول أنا أنا وبنفس الوقت بتحكم بالبجت تبعولهم غير هن الاقتصاد الخاص اللي عندن إيها للمناطق أنا في دولة فدرالية بأعطيك بجت لتشتغل فيه لتفتح طرقات لتعمل بين الولايات أو بين المقاطعات فبالتالي أنا عندي شوية على الولاية كدولة قوية فدرالية يعني مالش موجودة بالأساس غير إنو قصة حزب الله والسياسة الخارجية المخطوفة موجودة بمحل بس كل طايفة كانت عم بتاخد حصتها من هايدي الدولة المركزية وعم بتحاول من خلال وجودة قوي حالة لا تقدر تسيطر على الباقيين من خلال برجع بقول شي اسمه نظام مركزي دولة الفدرالية كمان بدولة عددية بدولة قوية عم بحكي مركزية قوية بدولة تعددية مثل لبنان كمان هايدي سيفزوا حدين ممكن تكون شوي خطرة ما عم نحكي ليش لأنه بس فدرالية جغرافية لأنه منرجع لعنصر الطوايف إذا بنا نعمل جيش قوي طيب يروح على منطقة معينة من غير مكون هالغير مكون إذا الجيش القوي هايدي مسيطرة عليه مكون تاني تطبيق القانون رح تعتبر إنه هيدا اعتدائي عليها بمحلة معينة ونرجع نخلق ردات فعل سربية فببلد متعدد مثل لبنان السلطة المركزية ما لازم كتير تكون قوية لازم يكون في عنا دولة قوية في فرق بين دولة مركزية دولة نظام مركزي وبين بلد في محترم تعدديته وبين نظام قوي بيحصنوا من أي تقلوبات وهيدي الحالة نحن مش نختار عنية دولة النظام هيدا الحالة موجودة مثلا بالدولة مثل سويسرا سويسرا فيها أربع أنواع من التعدد في عندك الألماني اللي هني بحدود 70% 69% يعني تقريبا 70% في عندك الفرنسويين وفي عندك الإيطالي وفي عندك فئة اسمها رومانش اللي ما بتخطى نسبتهم الأربعة بالمية ما أجى هون الألماني قال أنا بحكي ألماني بدكم تفكروا كلكم أنتوا البقوي ما قلكن طعمة 30% فكروا مثلي تفاهموا من بعد مئة سنين من الحروب وعملوا نظام تعدد بيحترم خصوصيات الكل وقدروا وطقفية طبعا عملوا واثر من داعش بين بعضهم بس عندهم مدورة صح عندهم مجلس رئاسي هونيك المدورة كيف بتكون بروتوكولية مش سلطة مطلقة يعني مين بيمثل الدولة ومين بيستقبل ومين بيوضع في مجلس رئاسي وبيروح مدورة باعتقد كل رئيس عندهم ما عندهم نبيه بالريخ للأسف لا طب دولة دولة مثل لبنان بمسيحته الصغيرة انتوا كالمؤتمر كيف كم تخيلوا شقفة نحن بنتخيلوا بلد واحد الفيدرالية في نقطة أساسية بتوحد المؤصم فيدرالية اتحادية مية بالمية هي نزام اتحادي ولما حكينا بتمان بدراسة قدامناها بتمان كانتونات أو تمان مؤاطعات أو أقضي ما جاء بقول أخذنا كل العناصر تبه لبنان اليوم موجود في 24 فلما عم نعملوا تمانا عم نعملهم بشكل أكبر الأرضية من ناحية تانية لبنان بنعد اليوم دولة كبيرة لتكون فيدرالية بالعكس أو لك كبيرة ما خلص نزام السياسي بالحجم وهذا السؤال سألو الوقت العالم سألوكم هاتي أمثلة سوري بس عم أعطعك بس أنه هي شغلة كثيرة مهمة لأقصة هي أهم شيء هيا اللي عم نحكي فيها صاف إذا كل مؤاطعة صغيرة اختصادة منو كتير يعني بعكار شو يكون عنده اقتصاد سؤال مهم جدا بدي يكون في دولة الفيدرالية تدعمه ببادجت معين إذا ما هو عمل اقتصاد رائع يعني منتوجات أو انتاجة كيف بده يضاين سؤال مهم أول شيء بأي نظام فيدرالي بدك تبنيه على منطق التعاون اثنين اليوم شو صير فينا في بعض المناطق يمكن ما عم تقدر تقلع لأنه عندها التكلية زيادة على السلطة المركزية أو الدولة المركزية هذا عم بيخلي انه التكلية هادي ما يخيح وحد المبادرة بذات الوقت السياسيين اللي متماولين منهم قسم منهم عم بيستغلوا هالشغلة بيصير بدهم يطلعوا على أو ما يعطوا أي أنماء لمنطقتهم لحتى يقدروا ياخدوا بوستات ويدالوا مسيطرين على الفئة تبعيتهم بالتالي منطقة مثل عكار مثلا عناطية مثلا في أول شي عندك أراضي ويسعب عكار في عندك مناطق كتير سيحية مثل منطقة في اسماعيون السمك بين الظنية وعكار في عندك الإدراع على أن تخلق مناطق مثلا تخصص مناطق صناعية خالية من الضريبة تكون تاكس فري كذا خطة للمناطق اليوم متوجد شو عناصر النجاح خطة رؤية مع خطة أكيد وارض دكتور ياشي عم تعطيني قصص معلنا لا خطة ولا رؤية حاليا لأنه بغال بالنا ببعضنا يريد بس تقسيم لبنان لثمان مؤاطعات أو أقضية ما بيصير يرجع يرسخ الفكرة اللبنانية الطائفية أكتر يعني كسروين مين بديو يجو اللي عندهم يعني أصلا مين بديو يستقبلوا هن ما بيستقبلوا أكتر إذا بهذا التقسيم لأنه أصلا جغرافيا نحن مقصومين تقريبا 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 مقصومين جغرافيا يعني تحكي بقضاء بشرة مثلا أنه ما رح تلاقي رهمة في أنه عرفت أنه مورنة عم تحكي بالنبطية أنه شيعة عم تحكي ببيروتسون يعني تقريبا مقصمة يعني كيف بدك تجمعهم مع بعضهم وإذا جمعتهم رح يصير فيه فكر طائفة أكتر يعني رح يصير فيه تشدد أكتر شو السبب بدي يصير فيه فكر طائفة بالعكس الفكر طائفة نواجد بالنظام الحالي نحن عملنا عدة نزاعات وحروب بالنظام الحالي اليوم أنت عم تاخد النزاع بين الطواف عم تحطوا داخلها وهون بتفجرها مع الوقت مش ما عامل لأنه جبران وقتا كان عقدته إنه نبيه بر ليش عم بوظف الزياد صدي وظف ما قبيلون كازعا كل مكتب بده مكتب هين رتلو أكتب هيدا كارسح تقلت الدول كتير يعني من ورا هاي الملطق التفكير صح بس خدا نكون عمليين براجماتيا هلا عندك مشكلة وهي أكبر مشكلة مش بس للفدرالية لكل النظام اللبناني أولى اللبناني اللي هي قصة حزب الله صارت عم تعبئ ومشكل على لبنان واللبناني نفسهم طيب كيف معقولة وخلال أعتبر إنه هيدا نظام واتفاق الطائف انتهى وهلأ وقت لأنه ننترح نظام جديد هنه بده مؤتمر تأسيسي وينه في المكون الشيعي هو المكون التالت المتالتة وفي المسيحية مع طرح الفدرالية أو المركزية أو الدولة المدنية وفي العلمانيين لإنه نحن نضايعين ما عارف شو بين اتنين طيب شو بده نعمل هلأ شو هي الخطوات اللي حتى تقدر تقنع حتى لأنه انتبه مش كل الشيع حزب الله صح صح كيف بدك تعمل يعني أنا عم شوف إنه بعض المكونات يعني بس المسلمين بده شو يحكم الفدرالية بتقول إنه قلعت بس لما هلأ تحكي في كثير مسلمين اليوم بيحكم الفدرالية بس مسيحيين بس شو هي بهايك أوقات بهايك ظروف أول شي من قارب مشكلة حزب الله كنتيجة لهذا النظام أكتر من هي سبب ليش لأنه بيعتبر هو أو اللي قبله نحن عملنا حروب ما كان فيها حزب الله هاي واحد فنتيجة لأنه بده يتمسك بسلاحه بخاف لأنه بكرة تتغير بنظام مركزي موازين القوى وصير عم يتهدوا هلأ يمين هون حزب الله بده ياخد قرار القرار هو التالي يا أما كلنا سببنا نتعيش دبن صيغة الفيدرالية بتحترم الملكل بالتساوي متل ما دول العالم ومش نحن مخترعينه هالنظام يا أما بده الوحد ساعة يشوف مصلحته ما بقى منحكي بفيدرالية ساعة الموضوع كل فيدرالية بنصير صار هو ما فيها فك نظام سياسي اسموكم فيدرالية بالعالم إذا عم بتخيل لبنان فيدرالي وعلقه حزب الله مع الإسرائيلية نحن بنعمل فبكور لا 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 أكيد ما في بقى فيدرالي اللي تروح على الفيدرالية هو حل متكامل بدي يكون مبني أول شي على مفهوم الحياة بداية بالحياة العسكري واثنين بدي يكون في قوى شرعية يعني في جيش موجود وفي عندك حرس موطنية أو قوى آمن موجودة هايدي بالأقضية بالكانتونيت فما بيعود في شيء اسمه ميليشيات خارجي عن نطاق الدولة هايدي إذا بنعمل دولة كلنا سواء اتحادية بتحمي وبتاخد بعين اعتبار خصوصيات الكل من دون ما يكون في خوف يجي حدا ويسيطر على هايدي الدولة المركزية ويضطهد هالمكون أي أو بي طب بيكون في رئيس جمهورية في سيناريوين صح بيكون في رئيس ولكن ما بيكون صلاحيته ويسعى كتير مين بيقرر في عندك سيناريوين نحن بحطين بالدراسة سيناريو الأول بيكون مدورة سيناريو التاني بيكون في مثلي مثلا بسويسرا اللي هو مجلس رئاسي مجلس رئاسي بيمثل في الطواقف وبيقرر بالأمور الأساسية هاي دعنا هي مجلس الشيوخ بس أنت عم تخيل بإتفاق الطائف مجلس الشيوخ مشكلة الأمور الأساسية أمور اللي عندك طيب على الكنتونات هاي دي صار بين صلاحيات الكنتون أو الخضاء الأمور عم نحكي فيه مثلا علين حرب علين حرب مثلا بالتصويت بيكونوا كل ييتون سواء بيصوتوا عليها مش شخص واحد أي وحدة بيعمل فيتو بيسقط كل الأحزاب والزعم الموجودين هلأ بينسبون هيدا النظام يعني مش بس نبيه برمي يعني وليل جنبلات سامير جعجع اسلامي فرنجي كلهم بنسبون هيدا النظام إيه لحد ما إيه ولحد ما ليش لأ لأنه مشكلة قوية اليوم في طرف وحيد مسائبي اليوم هو القوي يلي هو الطرف الشعية السياسية بس نقول أكيد الشعية السياسية ما أزنق الشيعة يلي فيه مموارنة وفيه أرثوذوكس وفيه سنة وفيه أدروز يعني الممانعة فريق الممانعة أصدر شعية السياسية ما في هذه التسمية ممانعة على المنطقة ما بين سوريا مبارش وصورية وإيران وهيدا الفريق بس بلبنان الشعية السياسية قبل سموهم تمانية آدار تسميل قبل هايدي هلا الأوضح صارت الشعية السياسية ما أنا تخبق وراء أصبع يعني وراء بعض كان فيه مرجن ونية سياسية الليما بنستحن أولى كان فيه المبرونية السياسية аются مرونية السياسية وال Highlights وهلا الليو سموها شعية السياسية بسموها summers عدار بسموها ممانعة بسموها طيارة كل واحد يحب يغنجها بشي بس هيدا الواقع هيك اسمها هي الشعية السياسية وهي دي الشعية السياسية صارت فصلة عحية مسدود يا بدنا نستمر ونطور هالنظام ونظل موجودين كلنا سوا مع بعض ونقدر نخلق سلام وعدل واستقرار لمدى بعيد ونمو أكيد يا أما خلصت التجربة دولة البنان الكبير أنت برأيك هذا النظام بعد بعيش الحالي أكيد لا شو خلصت أنا بعرف عمرار بيكون عندك معلومات هالأمرار بتصيب وعمرار بقول منين جايبوا لهالمعلومات خلصت الطريق الجديدة واضح أنه الكل كان رايح على سكة التطبيق حتى سوريا وحتى التوجه الإسرائيلي كان من البلدان العربية كان بطل فيه عداء مع العربي صار العداء تغيرت كل الخطة والمنظومة وكلنا عم بيقولوا وآخر شي بدون يعني عم يشتغلوا على السعودية وإندونيسيا وبالتالي خريطة المنطقة الجديدة لأنه ما فيها تعيش صارت إسرائيل مثل قبل على أنه دايما بحالة حرب سوى بتفوت بالاقتصاد بتفوت بحالة السلام هكي شي كنت سستين وقالها إسرائيل كانت بي سستينيبل إذا بتدلة بهالحالي طيب شو الخارطة الجديدة اللي برسومة لقلنا نحنا كنا نسمع عيام ترامب كان فيه نعمة تقسيم كان فيه مواجهة مع الحزب إجا بايدن كفو شوي مع الخطط شوي مع الجيش الأمريكي كان فيه ضياع بالإدارة الأمريكية هلأ بالنسبة للبنان لبعدين سلموا لفرنسا وفرنسا بتحكي كتير مع إيران لأنه فيه تنسيق مخابراتي ورجعنا لإحنا بدلا من نحاكمهم للمسؤولين بفرصة أربع قاب منعوا منهم فهلأ وين إحنا هلأ يعني شو عندك معلومات إنه هل فيه اتجاه لعنجد رايحين على الفيدرالية فيه بعدين قرارات من اليوان لينزلوا لعننا على لبنان فيه مواجهة مع الحزب شو الوضع نتقل الوضع الحالي نحن هلأ صرنا على الآخر بس نقول على الآخر مش معناتها باع المبنى صويل بدلا نكون متفائلين مسؤول تلاتة وأربع سنين هي فترة كتير قصيرة نسبة لتجربة مئة سنة من الفشل تلاتة الأربع سنين يجيين قدمين على تغييرات بالمنطقة لعدد أسباب السبب الأول وليت من تحدي اليوم بدها تكون عندها تركيز أكبر على الصين بس مش معناتها راح تفيل من المنطقة راح تضلها موجودة الروسي راح ينعطى داور أكبر إلا حد ما ولكن كمان بدك لتعمل هذه المرحلة الانتقالية ترانزيشنال بيريود بده يكون روّقت الوضع وجهزته هل المرحلة تطلّى بترويق الوضع بدك تروح على مرحلة سلام السلام بده يكون مع كل الأطراف إن كان شيعية أو سنية انتهى تقريبا عن مكون السنية بعد فيه المملكة العربية السعودية بعد فيه الشيعية اللي يفتح تشانلز من زمان ولكن ما كان بيسترجي هو أو أي مكون أقلي أقلوي يبادر بهالمسألة لأنه راح ينتعت كان من الأكترية السنية مرحلة السلام تطلّى بأنظمة بتطوّر هالمكونات هالشعوب اللي نحن موجودين فيها مبنية اليوم على العنف يلي هي أنظمة تحترم التعددية يلي هي النظام الفيدرالي هيك بتحافظ على الدول وبذات الوقت بتكون هالمكونات بلاش تتفكر تبني دول قوية بتحترم تعددية بعضها وبتمهد لأنه ما يكون في بقى عنف وحروب وما يكون في كمان نلغي شيء اسمه مفهوم الدكتاتور كان قبل يلزموه لمفهوم الدكتاتور مزول هلأ مسألة الغرب أو الشرق هاي دي أنه بيهمهم الأنظمة لحالة ما كتير بتعني لهم إذا بيخدمهم مصالحهم النظام الداعشي دي ولقوا أهد مزول مش هاي دي مسألة أساسية مسألة أساسية اليوم هي السلام السلام بدي يكون فيه طبعا خطة اقتصادية لأنه فيه مصالح اقتصادية للدول الأساسية متمثل بالبترول والغاز الغاز أهم ما هاي دي بالزبط الغاز أهم طب نحن هلأ سيرة الغاز نحن جاينا الغاز من إسرائيل عمصر نحن عم نحكي عمصر بس كمان عقصة السلام والتطبيع أنه في شي منه هيك أنه رح يجينا غاز إسرائيلي سون اي بس هاي دا صح هاي دا اي بس لألك كيف هي الشكل الانديراكت بس ديراكت بنفس الوقت للتطبيع أنه نحن عمنا بلوك ناين عملت عاصمة مع الإسرائيلية بدون ينفتح له صندوق سيادة متل ما كل اللي بيعملوا أنت مشترك بينك وبين الإسرائيلية كل المردودات أنت عم تاخدها من هيدا الصندوق سو بالتالي هي نوع من تطبيع بينك وبين إسرائيل مبطن في ما يخص لبنان في مسألة من ألفين من أربع نقاط الترسيم رقم واحد ثالة بعد أسبوع جاي هوكستين مزبوط في عندك الموضوع التاني هو حل لمسألة سلاح حزب الله ويوم سلاح حزب الله تتفعل نووي هذا بيحمل يعني مضخم يوم سلاح حزب الله بزيته يعني أحترامنا لكل العالم ثلاثين ألف مؤاتل ميت ألف ميت ألف ميت ألف صاروخ لا هو قال ميت ألف مقاتل صارو ميت ألف مليون كمان الحكي هاي ما علي جملك فعندك ثلاثين أو ثلاثين ألف مؤاتل بهالحدود رح يقدروا يوقفوا ضد نظام عالمي في عندك ميزينية عسكرية بس للولايات المتحدة هي بتوازي 700 مليار دولار هل رح يوقفوا مع قدام قوى بتسبقهم سنين ضوئية من ناحية التقنية رح أعطي مثال جيش العراقي هوليك الله معهم الجيش لهوليك شيطان يعني معهم الجيش العراقي طب بيقولك بال2006 وقفنا جيش العراقي جيش العراقي مليون مؤاتل كانوا بينهم 120 ألف عنصر من الحرس الجمهوري بينهم 10 ألف مؤاتل حرس جمهوري خاص يعني special forces of the special forces بساعات معينة ما بقى فيه معهم مرافق صدام حسان بالضبط عنده يطلع القرار الكل بده يلتزم فيه مسألة انه وقفوا بال2006 كان فيه حرب عطيت بعتدي كريدة لحزب الله لو كان فيه نية جدية كمان ما بعرف قداش كان ضاين حزب الله أو أي قوة تاني بها الوقت فمن ضخم حزب الله أو أي مكون شفناه بهالسنين هو فقاعة إعلامية ممكن بتثبت حالة بمحلات بس لما يجي قرارها خلاص بيكون مرحلة انتقالية بتشبه حزب الله بالقوات اللبنانية بالتسعينات إلى حد ما لا زي اللعبة بس ما كانوا مسايترين وقتا على السلطة المركزية هل قاد القوات اللبنانية كانوا عسكريا عسكريا لا حزب أعلى لكتير من القوات بوقتا كان أقوى مليشيا القوات بوقتا وعنده المطار وكتش في كذا بس زبت إيس لأنه عملنا هذا الشي قبل وطلع أنه لا عدد العتاد والعتيد والسلاح إذا بتيت طبع اليوم طبعا حزب الله أعلم اليوم اتخبرت لأن طور السلاح طورت الخبرات العسكرية عندك دولة موجودة تعتقد مطلوب من القوات حتى إيران ذاتها شوية مطلوب من القوات المواجهة بأي تمن لا حد ما لا حد ما مش كتير ما بعتقد بدأ تروح لأمور ما حد روح أكيد لدي يمكن دموية تكون سياسيا طبعا سياسيا طبعا لأنه طرف هذا الشي اللي ما كان أدراني عمله الحريري صح رئيس السابق سعد الحريري بعتقد هو يوم من فترة يعني قدم استقالته من العمل السياسي دلمي أول شي ظلم حاله ما كان قد هالمسئولية ظلم من عيلته من اللي دعمه ومن حلفه تقريبا الأكثرية وكيف ظلم معه دعمينه كانوا يقولونه ساعة صالح روح عن بشار الأسد ساعة روح أوس ع بشار الأسد هذي وحدة من الأشياء طبعا يلي معه كمان هو ما كان قليل ملتزم محضا حتى مستشارين وما كان قد الحمل يعني صائبة هالكومبنيشن كلها سوى هالمكونات كلها سوى اللي حده وقفت معه ومشيت معه مسيرة كيف قريت استقالته هل مجرد فشل سياسي ولا في شي لعبة عم بتصير أكبر من مجرد فشل سياسي اثنين سوى هو نصح من وذكرنا وضعت لك مرتين اللي نخلص الوقت صارت لازم ترتاح فيها وضعت مرة مسج أنه أفضل يأخذ قرار يتعزز العمل السياسي كان صار فيه أول جلسة صارت لما الوزير بومبيو بيزوره بفرجينيا من سنتين ونص تقريبا بمزرعته بفرجينيا وكان فيه معه تغطاس خوري هو اللي حضر هيدا اللقاء بزيارة وقته على دي سي وتسمع له وكان بقى للقران وخلص زل مما بقى فيه من بعد زمذكرين بحوال الأسبوعين بيطلع التقرير تبع الواشنطن بوست وعن قسة عادلة الأزياء المصاري والإصاص وبالتالي بلش لنشوف انحضار وهي مضبوط بأيام ترامب وحتى كان الإيكس على اثنين على جبران باسيل وعلى سعد الحديدة لحاسيش كانوا بوقت على جبران باسيل ولكن شفع فيه وجوده عمه برئاسة الجمهورية والرئيس عون كان ناسج كمان علاقات مع كتار أطراف وهي الأطراف ممكن بمحل ما شفعت بصهره ما بعرف لديش رح تشفع فيه بعدين بس هني قالوله يعني في مرحلة ما نقلل للرئيس الجمهورية حتى من الأمريكان أنه لما إجا وصارت التسوية وكذا وهيك أنه هذا شي بكرا هتبهدل عليه كيف كتير نصايح أنه وحتى الحليلي نفسه أنه هاي التسوية اللي عملت وهيك هلا يمكن هتنبصط فيها بس هاي هتكون بهدل للجميع ويمكن هي بلشت بداية النهاية كلهم فتبش رأيك بالانتخابات هلا صارت ما أسألي بعدها مخوطرة بما إمتى بتصير ولكن برأينا الانتخابات هي مجرد تكتيك مهم جدا ولازم يحصل بمحل ما بس أنه انتظر يصير فيه تغييرات جزرية بمجرد أن يتغير مجلس نواب منكون عم نحلم يوم صرنا محارضة ما عند حزوز أعتبر أخذ 70% ولا 80% خينا نحن الفيدراليين هايك أعتبر فيه ناس يجزلوا على صعادة فردة فيدراليين صح فيدراليين يعني يمكن استضافت حضرتك زمنتنا رشعي تاني من فترة يمرشح هل هم تاخد قرارة هل أرجح رح تتترشح عن بيروت فيه ناس فيه ناس بغير مناطق فمسألة الانتخابات برأينا هي مسألة تاك تاكية ورح أعطي مثل بالألفان وتسعة كان فيه شيء اسمه ثمانية وأرباطعش صح أرباطعش قدر ربحة الانتخابات الطلابية رجعت ربحة الانتخابات النقابية رجعت ربحة الانتخابات البلدية ورجعت ربحة الانتخابات النيابية بس مين يلي استلم الدفة بعدين صاحب السلاح فانه ننتظر انه الانتخابات لحالة تعملي عجيب ما نتوهم تكتيك ايه مهم كتير طبعا مهم هل هو هدف استراتيجي وهدف اساسي ونصوره للعالم انه رح يقلو بالدنيا والطاولة ما نكون عم نتضحك على بعض ما بتعتقد الاتفاق النووي حيأثر كتير على يعني احنا حيخدمنا اذا سم مزبوط اتفاق فيينا حيتم تجريد الجنيح العسكري على مراحل 4-5 سنين المسألة المفاوضات بينا قاطعة شرط من زمين والتشانلز مش اللي عم نشوفهنه اليوم عم تصير اجتماعات بكتير محلية بافغانستان وغير افغانستان هلأ وين بدها توصل بعتقد رح يصير فيه اكيد اتفاق ولكن المسألة مش هون المسألة هي دور ايران دور ايران ما رح يكون كما كان ما نخمن اي اتفاق بده يجي يعني الايراني رح يرجعين عطاء سلطة ورح ينعطى صلاحية ليش نرجع لموضوع السلام نحن ادمين على مرحلة سلام وجود هيدا شخ طرف اوي ايران او غير ايران يعني صار بدك تعرقلها اي عملية مبادرات سلام وجود اطراف عندها هيدا توازي يعني معادلة بعضها بالقوة هيدا بسهل اي عملية سلام بده تصير بعضي بالبنطقة وبالتالي هلأ شهدنا من فترة تقدم مثلا معطي شغلي كلنا نعرفها يعني اللي هي صارت بماء اسألت لليمن اليمن كانت لدفي ميلي لحلف ايران بس تاخدوا القرار دي غريب طرعوا عجبين لرجعوا بس اليوم فيينا اتفاق سلام اذا حتى الايرانيين بدون يلتهوا بالاقتصاد بس هل بتشوف انت لبنان الدولة الاسلامية الايرانية بحياتها خاطعا لا خاطعا لا التفاق سلام والجماعة البضيات وسلاحهم موجود قد يبدو يستمر هيدا سنة سنتين تلات لك الولايات المتحدة اخذت الدرس ما بتغير كمان بتفوت بد اي تغيير او بتساهم بتغيير انظمة معينة اذا ما كان في اعواعد شعبية جهزت له وهدي لانو صار في الدرس اول شي بالعراق وتاني شي بافغانستان هول الدرسين كان انو اليوم بدكم في جهوزية معينة عند المكونات ببلد المعين لحتى يفوتوا باقي مجادرة الافغانيين كانوا جاهزين هني كمجتمع بس ما معهم سلاح يعني هولي كان رجعوا طلعوا ليش ما قايت للجيش نظامي ما قايت لانو عمل ديل مع الطليبان في عندك اسم من الشعب ما كان بريد يعني ريد الجميع وصلت الامور لانو ما متل ما هي هلأ وصلت حاليا فنحن هلأ قدمين على متغيرات بها ثلاث سنين ماكسيمون اربع سنين يعني ادارة من بعد بايدن نفوز الروسي يرجع يقوى شوي بالمنطقة ايران بده يتراجع دوره ويسلين من بعد هالفترة الازمة الاسية اللي عم نعيشها لفترة استقرار هالفترة الاستقرار هاي دي بده تكون ضمن سيستيم بيزهزنا لحتى نقدر بقى نوقف حروب وعنف ونقدر نطلع بقى بمصلحة يعني رحين عانفراج ان شاء الله يعني احنا مشغولين الهلال يعانق الصليب رح نشوف الليرة وعانق الدولار قريبا ولا لا مش فترة كتير بعيدة بس بعد عنا صعوبات مش تحت يعني عنا ثلاث سنين صعبين على قصة الاقتصاد طبعا للأسف اكيد وهلأ قصة حتى قصة الدرائب كمان والخطة اللي عم نمشو فيها هلأ وكيف في خطة للبنك الدولي بس في قصة صعباسية عم تصير حتى هلأ بقصة الدرائب بده تفوتنا يعني السوق الاستهلاكي حيزم اكتر بعد امي ما عاد بقدر يشتري نفتشو قصدي مثل هلأ التاكسز عالسيارات هونيك 400 بالمئة بسوريا طول عاملها بتذكرة بنشوف سيارة شوية منتب للقفة ده معهم مصاري بس احنا اياها هون تكون عليها شوفها التاكسي بس على بس ده مصير نسوق هاي البندة البيضة ايه هلأ احنا هنصير بهيدا الاتجاه بس برأيك في مقاومة هلأ بلبنان لمقاومة لعدم تغيير الهوية اللبنانية اللي هي الهوية الليبرالية بالأساس ما في حدا بيعطيدي يفرض هوية بالغصب وبالقوة حتى ما قدروا فرضوا هالهوية اول شي يفرضوا على مكون الشيع زي عم نحكي عن حزب الله وإيران حتى لهوية اوكي اسم الشيع ممكن متبني هالهوية بس في اسم لا فكيف بالأحرى بلاك تفرضها على باقي المكونات هلأ الهوية عم نحكي اقتصاديا وتغيير الهوية الحالية من نهيني نكتقومها ولكن وجودنا نحنا كمان متوزعين برات لبنان رحكون عامل مساعد لحتى تأخر من أي ضرر يحصل ضرر رح يحصل أكيد بس المهم ما يكون هالضرر كتير كبير يعني معين هالضرر عم تحكي الهوية الحالية الاقتصادية والهوية والفن البطر يرجع الطبقات لهم تغيرت لهم نفلت في اسم هيدا اللي بيخوف أكتر شي دكتور انه قصة قصة الطبقات يعني احنا كميدل كلاس خلاص ما رح تختار انت كشو احنا كميدل كلاس انت ميدل كلاس خلاص تحت خط الفقر ولا ما حدا بعت لي ايميل بس انه بس انه عمل نازع يعني الميدل كلاس هو أساسه عصب حيلا المجتمع والمفكرين وحتى المجتمع الاستهلاكي شو الرؤية اللي بعدين شو القضية تبعي ما هم بعلم شو القضية عنا مسألة هلأ سرواتي مهمة عنا رسمية كبيرة اللي بالغاز برجع بقول الغاز لحاله سروة كبيرة من هيك بدا نظل متأملين بالخير عنا ثلاث سنين صعبين صح نشاهد التغييرات في العالم كتير بدا تفل في ضحايا اي تغير في ضحايا بس يا دكتور حتى لو طلع الغاز بهيك نظام بدنا نقض تخانق الغاز مسلم ولا مسيحي يعني اذا رح ضل هيدا النظام يعني اذا بيطلع عنا الماس جبال يعني جبل سنين طلع المازة كبيرة ورح نتخانق ما رح نستفيد منها صح نازلين عن انتخابات بدكون انفاق كمان انتخابة مين عم يدعمكم بهذا الشي مين مصرياتكم لهلأ بعدنا من تكلينا عدعم اللي بيقولوا مين فيكم غني ومين لازم نقنع واحد ما هو مصري فعم يكون ده كله بمبادرات فردية لمن هيك ما كتير نحنا في ناس متل ما قالت نازلين هني بمناطق معينة يخدوا هالتجربة بوقتين فيه متمنى انا ازا منتكل على عي تاني يدفعوا بلاش صح فيونو البركة فيه متل ما قالت عدة اشخاص حتى مش بس ببيروت بس حتى التسويق لا يعني التسويق يعني انا كتير بعرف ناس بقلوا مسلا شي على الفيدرالي انا عي جاء انترستد بفتش عقصة بقول يا خي دايما عاي كيب ان اوپن ماين بات things ان جنرال يعني بالله ده كل ما عايش تريز رجع اشوف رجع اطبقها رجع افكر فيها حسن انه اف بده كتير تسويق لحتى بلش شوي العالم تقول انه اه شو الفيدرالية معقول يزبط هالنظام ازا زبط هالنظام نرتاح شوي كلنا طب ازا انا قاعد بتقيس على حالي معنا صلي قد خمسة عشرة سنة قاعد بالمتن بحس انه ما بنزل ع مدينة عصايدة مسا غير لا شوف اهلي بس انه ما بحب بعيش بصايدة وكذا ليه لانه ما بتشبهني بقصص بانه ما هون بشبهوني الفيدرالية بتناسب يمكن شوي بحتي بالاقوانيين حتي وشوفيه وشو ما فيه وكذا بس لتسوق لهذا النظام لازم لك الية معينة شو لو اسكن لحتى تصير هادة الالية موجودة لك باخر صحيح بلشنا بس الالفان واربعطعش ولكن باخر سنتين او تلاتي زاد كتير العالم اللي صارت مقتنعة بالطرح وبحتيت الظرف الحالي ساهم كتير يعني من بعد يك المسيحية اكتر شي بس كرهم بالاسلام والسياسي يعني يعني قبل ايه قبل بس هلا زاد كان شوية انه خلاص انا بطا بديعيش مع حزب الله ومع الشيعة وكذا عملوا ردة تفاعل بس هادة خطأ انه نطرح الفيدرالية من ناحية انه انا ما بديعيش مع الاخر طبعا هي مش ردة تفاعل الفيدرالية هي رؤية ممقول لانه اذا ما عملتولي هيك او لانه هيك حاليا لانه بديعيش فيدرالية لا هي رؤية لبلد افضل بلد تعددين حكم ويصير في عندك بسمو حوكم افضل المسيحيين بتستغرب عملنا احدى الاحصاءات بمنقى قديش دقيق او لا على عيني بحدود الالفين شخص تبين انه المكون الاول طلع معنا هو السنة بيجي اللي بدهم فيدرالية بيجي بعده بفرق اثنين بالمئة كانوني 63 بالمئة سنة 61 بالمئة مسيحيين ايه على نسبة عنه السنة اكتر كمان عم حكي عنهم بعدة مناطق كسنة مش بس ببيروت بالشمال بالبقع بالاقليم بصيدة وكان في مسيحيين تلعب الدرجة التانية ودروز والشيعة دروز 100% يجو تقريبا اقراب للمسيحي ممكن كانت 50% أو 60% طب من خلال هك برجع بقول بمنقى قديش دقية هيدا الاحصال لانو عيني ما كانت كتير طب من خلال هك عملك الاجتماعي السياسي وعلاقاتك في شي زعيم او من الوجوه اللبناني حدب بيحبذ الفيدرالية او حسيد بس ما بيحكي فيها العلن اي في 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 نيس بتحبز في نيس ما بتحكي في نيس بتهجم بالعلن يعني مثلا ممكن بيحبزوها بس بيمكن هجموها بالعلن مثل وليد جنبلاط رئيس عون من المتقبلينا الدكتور جاجع مش كتير بعيد عنها اا الاكتر شي كان عم بيكونوا بالشعية السيسي وبالتحديد ضدها عم نحكي وبالتحديد نبي اي كتير ضدها مين في عندك طبعا قاديين كتير ما بيحكوا كتير بين انظمة الشمولية اللي هي مانا واقعية برأينا بيئة اا الحريري ما كتير كان بحبزينا لانه مخمين يعني ما كانوا محل فكرة طائفية اكتر من اي اي يمكن بعد دبعت كانوا مفاهمين اكتر مع انه برجاء بقول المكون السني اليوم طلع الرقم واحد بحسب الاحصل بالعكس اليوم زي بناخد الاشخاص البرزين هني عم بيكونوا بالطائفة السنية اكتر شي بعدين المسيحيين والدروز وبعد الشيعة في اليوم الناس مقال عصيران عم بيسوق للطرح الفيدرالي مقال شمص عن اخي عائلة كبيرة عند مكان الشيعة يوسف شمص من البقاع عندك مازن عصيران اللي هو من ابن الجنوب من اخوين الشيعة من السنة رشاعي تاني استاذ نبيل حلبي محمد سلام الصحافي مبعد حضرتك هلا هلا عم داعب عم داعب في عندك من الدروز عدة شخصيات كمان عم بتصول للطرح الفيدرالي ونوجه هون ضحية كمان لدكتور غسان دياب ابو دياب واستاذ الحان فرحات العام الكتاب عن الفيدرالي وراح باعتدي استضاف قريبا ببرامج بس هيدا بدي حل المشكل بينكم انتو اللامركزين اللامركزين صحابي لانه فانا بشت هلا عم عم صحاب جديد مع الفيدراليين بس دايما هيدا لما كنا عم بحكي عن اللامركزين الفيدرالي بيقلي خيش وما كنا بحكي عن الفيدرالي هيدا منو حل منو حل بيتطبق بس بحس مثل كأنه انو هيدا بعيد المنال الفيدرالي او المركزين الفيدرالي بقال لح انو ربلنا لمركزين الموسعة من الفيدرالي ليه ليك متل واحد بريد ايه سامي جميل حتى معنو كان فيدرالي سامي جميل مو معرفش نقال واحد يعني مراجعة عزت فيه ليش نقال ايه لانو يبرر ليش سمعت مش غلط تغير بس خي يبرر ليش غيرت مش كل شوية مانا لعبة تقلي منغييرها منغلي او دا او منوبولي منلعب ساعة بلاكس سألتو قبل ايه ما عاد تصير في حاكي صار في مره حتى كلاش اذا بدك بأحدى الاجتماعات موسعة كان مدعو انا كمان وبيفل هو استدسامي جميل انا بحب بقول الخبار بحب 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 شو شبقته دار شبقته لشي قلت له كل شوية بتغير شو قصتك كيف هو فارس سعيد فارس سعيد قلت له حضرتك قاعد هون بجروب عم بنادي ما بعرف تغذي انه يعملوا شي كين للمناطق المتن ندري شو قلت له ما انت عسيس عروبي بتشبه البعث شو عم تعمل هون نظريتك بتشبه حزب البعث وانت يا شيخ سامي كل شوية بتبدل اراءك مدري شو مرد بعد شوية ولأين يفن بيقوم بيحط احد الصحف بانه انا بطلب منه المغادرة وغادرة وش حدا موقت حطه عشان هلي اخذ على الواتساب وحطه وما عاد صار في شي بعدين ايجابي معهم بتضحي بحالك مش انه يمشي النزام الفيدرالي اذا ازا قالو لك احنا اوكي نعمل 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 نزام الفيدرالي بس ما بدنا الفيدرالي يكون هو عادة بل هيك بده يصير اصلا انا رح يكون نعمل بتعفلوا بلبنان بشخص كل شي اكيد اكيد هاي دي شغلة تفصيلية يعني العامل الشخصي ما كان اول شي حطينا حالنا المعقولة نغادر هالحياة اليوم بيعطي بلغة مثل لبنان بدي يشتغل بسياسة يا بده يداري لكن يا بده يحط هو شي طبيعي بننواجه باي لحظة اثنين اه شو يعني زي بنطمح على مناصب ما بدل صار خاضل على التسويات مش من زمان احدا الاشخاص المتمولين اللي خفف فيدرالي ونشوف كيف نتعاون ندعم با رسمات جبران بسيل كان عم يطلب من هذا انه ما عاد تحكم الفيدراليين يعني بيعرف انه جمهور في شط لهيد المال العونيين يعني طيج مهور اللي بده جيبه نيب البترون هلأ ما بعرف ما بعرف وحتى سمعت ايه الحطين كمان الجليد الكويتية انه انه هو ما بده ينزل انت خباب بس هينزل ناس صانع النواب بس شفت ضعيم هو يعني عقبال مع القليل نشوف انا بحس هلأ في مواجهة بعدين ما نروح لحياد معين لنشتغل اقتصاد وترميم بعدين نظام جديد فيعنا فترة صعبة فيعنا فترة صعبة للأسف وانت لازم تكون احد الفعالين بهذه الفترة لنوصل لهذه التغنية الكل انتوا عندكم دور اكتر منا يعني يمكن لو الاعلام نحنا ماشي صراحة مش عم بقولها بوجكون وهي بقولها دايما لانه اليوم لتطلع وانت بقوله قبل لجوزيل وانتحكي فيها وانتحكي تعرف شغلي اتجرو يعني انا كنت بعرف نظام الفدراية باميركا وبعرف شوية كذا انا براسي كيف بدي فكر انو كيف بيتطبق بلبنان عام شوية جوجل سيرتش بس جات شوف كيف بدك تبيعة كمان وهل هي مزبوط لأ لن كيف اوپن مايند لتشوف هل هو انسب حل بس هيدا هو اللي لازم ينفتح النقاش انا ما عفتح هيدا النقاش لتلاقي نتيجة علمية وهو هيدا الاهام شي عندي انو شو هو الانسب لحتى يرجعين بنى لبنان بيشبهنا كلنا بدنا حلول جزرية تبعنا مورفين يعني مثلا واحد من السياسيين ما راضح وصديق عصائد الشخص وزير السابق شارويل نحاس بقول نحنا كلنا اساسنا اخوي ما جوابته مخييف اذا محوى كانوا اخوي بس ما صار حروب حاز نحكي بيتوبيا بقى اخوى ما كانوا اخوي بزواج وطلعت وطلعت مفروض من ضلوع اي ف اه اه ما نحكي بقى اي اتوبيا او في شخص ممكن شو اسمها اللي كانت نائبة بولا يعقبيان قال شو نعمل قانون اه واحد بنتخب من طايفة التانية يعني اذا انت مسيحة بتنتخب مثلي او السنة بنتخب الشيء بس بولا كانت مع المداورة وانا مع بهذا الشيء مداورة وشو رئاسات اي مداورة رئاسات حتى رئاسات بس هيدا كان بوقت لما طرحته كان كتير انه في شوية انتصور عندك بس اذا نروح بنظريتا اعتبر انه اعتبر عندي خلفية يمينية مسيحية بدي انتخب واحد مسلم رح روع واحد مسلم يميني بيشبهني ما رح نقل مسلم بس المسلم ما بيكون بمسلو بعدنا محلنا طاولة مثل لبنان عندها دستور وطائف ودوحة واتفاقات وكل يوم بيخرقون كلهم سوا يعني كلهم ممدد هلا عم يحكوا انه حكي جوزيف بفاضل سمعت شفت ارتكل قال انه بلشت مباحثات هو حيكون ضعيفنا كمان فبلشت مباحثات بالتمديد للرئاسة والمجلس النواب اه سامع شي ايه بعتقد من الموضوع بعيد عم بيدا داول مع عدة اطراف وعم عم بنصير بعض المبادرات الاغلامية والدولية بهالاتجاه مع جهد ما نقبل بالتمديد احنا معهد او ما فيك طعب اصر عندك مبرر يعني ما بعرف ليش الاتهيم للطائفة كبيرة طائفة السنية انه اليوم تيتم يعني كان احترامنا لشخص كان يعني عامل انجزات كبيرة وعايش بأحلى بحبوحة لما فل تيتم اشو هالشغل او رح يتطرف يعني كان طول عالتطرف يروح بعض الافراد بعض المجموعات لانه عمتوا غزة بس ما هي هيك تكوين ما هو بعز ايام رفيق الحريرة طرابلوس فقيرة وعكار فقيرة وصيدة فقيرة وبعدهم طرابلوس وعكار وهو المناطق السنية الاساسية بعضهم فقرة يعني ما حدا عمل لهم شي زاد حتى مسئلة التطرف ما عنده ارضية ما خاص مزروك بيروح باسم منه بيضطرف الاسم اللي يمكن مقرر فيه او ضعيف هيدا بيروح على اقصر الحدود فكمان هاي النظرية يعني معقول نشهل تمديد معقول يقطع تمديد بلا موضوع تاني بس انه في محاولة جدية باعتيد ايه بقايد ولا الاستاذ امو فاضل والله المعلومات نحن هلأ هلأ كل الاطراف هلأ لتحقيق شوية مكاسب قبل الانتخابات بس اللي اكيد منه انه هلأ المجتمع الدولي وحزب الله بده للانتخابات لانه حزب كتير ربحان بالانتخابات عصلا كيف ما بتبرمة بيدل وضعه ارتب للكل ما عنهم فيه كمان منافسين جديين بالأسف ما فيه عنده منافسين ببيئته ما عنده منافسين استراتيجية انه من دلنا متحالفين من بده يطلع اي واللي بيطلع بروح مجتمع مدني في كتير شيعة راح لويح المعارضة والمجتمع المدني ما ادروا برزو بشكل كبير ما عنده حيصيل كبير اه اليوم حتى اعتبرت باكسر الاحوال انه فيه طرفين بيتوازوا بالعدد بس دايما بيربحوا الطرف اللي عنده خبرة ومنظم اكتر وبها الحالة هي الاحزاب عندها الخبرة والتنظيم بشكل اكتر بكتير من المجتمع المدني دكتور الفيدريشي اخدنا من وقتك انا اخد بتشكرك نحنا شكرا للك ويريد دايما تجل عنا حلو القاعدة معك وبعدين دايما لازم نعرف ونحكي على القليلة من جهتي بحب دايما يجي خاصة من هالفترة بس علعتني بشغلي بقصة اللامركزية لحيز عملين اصحاب اللامركزية انه مفيه نزام رجع لورا بقصة اللامركزية بس انا حبات لانه اليوم فهمنا نوعا ما شو يعني الفيدرالية انا بنسحك الفوتو على يوتيوب حطوا فدراليزم هيني هيني شوفوا في كتير عنا البوليتيكس كيف سياسي كانوا يقول على السيارة شيطان بدحكوا عليك هاي الشيطان يجي من اهل السلطة طبعا عبر السنين صار في عدة فترات لحتى وصلنا لهون يعني كان في بعض اللي سواء قوله بس السبعينات كانوا يدعو احيانا بالتقسيم يرجع يقوله فيدرالية ضيعوا العالم ورجع النظام السوري لانه النظام شمولي لا يؤمن شو اسمو اللي كانوا يعلموا بالمعاهد والجماعات العلم السياسية بس حتى الروس هلا كبير منون مع طرح تغيير النظام من قالك رح تسمع اخبار قريبا انهونيك بمنقى عن بعض المصادر يمكن حكينيها تحت الهواء رح يكون في هيدا الشي هيك ذا مينز انه نهلا هنا عن جد على تغيير جزري بلبنان والنظام اللبناني thank you شكرا شكرا شكرا